السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة على قناتكم بحبك يا بلادي طبعا حالة من الإحباط شديدة جدا جدا بعد انتهاء مباراة كوريا الجنوبية وسورية حالة الإحباط سببها أن احنا كنا قريبين كنا متعدلين بعد هدف عمر خريبين واللي سجلوا فيه الدقيقة 84 وكنا خلاص أو شاكنا أن احنا ناخد نقطة من المنتخب الكوري من أرضه وعلى أرضه برضو من ضمن الأسباب اللي خلتنا محبطين وهو التأثير الواضح لغياب العثمانين أياز عثمان ومحمد عثمان كان واضح جدا جدا أن تقريبا المنتخب السوري النهاردة مقسوم لنصفين نص اللي هو نص الدفاع والنص التاني اللي هو الهجوم ما فيش أي رابط ما بينهم كتير عبد الرحمن ويس حاول أن هو ينطلق بالكورة ولكن للأسف ما كانش بيلاجي حد يساعده بل أن في كورات كتيرة جدا كانت الكورة بترجع له تاني يعني عمر خربين كان بياخد الكورة يبص منه وشماله ويرجحها مرة أخرى محدش يقدر أبدا يعني يشيل المسئولية للكابت النظار محروس الكابت النظار محروس مستلم المنتخب وهو عنده مشكلات كتيرة جدا جدا خد المنتخب وللأمانة عمله شكل والنهاردة المنتخب السوري ورغم أني إحنا مش راضين على النتيجة إلا أن في المجمل الأداء في تطور وفي تحسن لولا بعض من الأخطاء الفردية من بعض من اللاعبين تحديدا لعبي الهجوم وأيضا عمر خربين إلي استلم الكورة أكتر من مرة بطريقة خاطئة والكورة ساعتها بتروح مرة تانية لدفاع المنتخب الكوري الجنوبي على أي حال خسارة مستحقة ونتيجة منطقية بهدفين سجل لكوريا الجنوبية أولا وانج ايم بيوم في الدقيقة 48 ثم تعاد العمر خربين في الدقيقة 84 ثم عاد وسجل سان هيونج مين في الدقيقة 89 الهدف القاتل والهدف الثاني إحصائيات المباراة واللي يقرأها يعلم جيدا أن نتيجة المباراة منطقية إحصائيات ما بين المنتخب السوري وكوريا الجنوبي إحصائيات ما بين السماء والأرض يعني لو هنتكلم على التسديدات 23 تسديدة لمنتخب كوريا الجنوبية مقابل 7 للمنتخب السوري التسديدات على المرمى 6 مقابل 4 ويمكن كان فيه تسديدتين مهمتين جدا لعمر السومة واحدة في الشوط الأول واحدة في الشوط التاني ولكن للأسف يعني ربنا ما أردش أن هما يكللوا في النهاية بالنجاح يعني الاستحواذ 72% استحواذ للمنتخب الكوري الجنوبي مقابل 28% لمنتخب سوريا وده كان واضح التمريرات وده الرقم اللي يثبت جدئين احنا ما كناش بنلعب كورا احنا كنا بنحاول نمتص الفريق أو المنتخب الكوري الجنوبي 700 عذرا 579 تمريرة مقابل 285 تمريرة للمنتخب السوري حوالي الضعف تقريبا ويمكن أكتر من الضعف 779 مقابل 235 دقة التمرير 88% لمنتخب كوريا مقابل 65% لمنتخب سوريا الأخطاء 9 على 10 ما فيش فروق البطاقات الصفراء بطاقتين صفراء للمنتخب السوري مقابل بطاقة واحدة لمنتخب الكوري مع أن منتخب كوريا النهاردة كان عنيف في بعض من الكورات وتسبب في إصابة لمحمود المواس شوط الأول وتسبب في جرحة وفي خدش لفهد اليوسف حالة التسلل حالة لحالة الركنيات 8 ركلات ركنية لمنتخب كوريا الجنوبية مقابل ركلة وحيدة للمنتخب السوري الأول للرجال للأسف وبعد انتهاء نتيجة تلك المباراة أصبح منتخب كوريا الجنوبية في المركز الأول برصيد 7 نقاط مكتملة في المركز الثاني المنتخب الإيراني برصيد 6 نقاط مركز الثالث الإمارات برصيد نقطتين ثم لبنان برصيد نقطة وحيدة سوريا في المركز الخامس برصيد نقطة وحيدة العراق برصيد نقطة وحيدة أيضا مين اللي يتحمل مسئولية نتيجة مباراة النهاردة اللي يتحمل المسئولية أولا الاتحاد السوري لكرة القدم اللي حرم المنتخب السوري من قلب خط الوسط محمد عثمان وآياز عثمان بخطأ إداري ساذج مش عايزين نقول مقصود عايزين نقول ساذج يعني خطأ يعني ما يقعش فيه أبسط الكينات الإدارية عندك اتنين لعبين كل لعب مع جواز السفر بتاعه السوري ليه جواز السفر معاك في كوريا ليه واخد الجواز السفر بتاع محمد عثمان وآياز عثمان معاك في كوريا طب هم هيسافروا ازاي يعني وده يمكن الامر اللي يخلي الناس تفكر في ان الامر مدبر او مقصود او كده يعني لكن في النهاية من حصد نتيجة هذا الخطأ الإداري هو الجماهير والمنتخب السوري في النهاية الذي رأيناه اليوم يعاني في بناء الهجمة ما كانش فيه اي فرصة لبناء اي هجمة باستثناء الهجمة الوحيدة لعمر خريبين اللي سدد منها الهدف وبقية الهجمات كانت يعني كانوا بيحاولوا يعني يعانوا معانا شديد عشان ينقلوا الكورة بس كابتال نظار محروس النهاردة لعب بتشكيل اربعة اتنين تلاتة واحد في حراسة المار طبعا ابراهيم علم ابراهيم علم النهاردة لعب وقدم اداء طيب جدا ورغم الهدفين اللي دخلوا فيه الا اني من وجهة نظري هو ما يتحملش نتيجة الهدفين كان جدامه حوالي تمن او تسع لعيب الدفاع مفيش واحد منهم مفكر ان يتصدى لأي كورة في الهدفين ابراهيم علم النهاردة تصدى لحوالي خمس كورات اخرى كانت محققة ولو لا كنا خارجنا بخسارة على الاقل خمس اهداف امام ابراهيم علم عمر ميداني سعد احمد خالد كردغلي عبد الرحمن ويس وما حدش يسعى مني الاربع الدفاع دول مفيش فيهم غير عبد الرحمن ويس هو الوحيد اللي كان فعلا بياخد الكورات وبيخلص الكورات بشكل كويس عمر ميداني عليه علامات استفهام اداءه النهاردة سعد احمد للامانة قدم شوت اول كويس وتصدى لأكتر من كرة جيدة وكانت يعني قريبة جدا في الشوت الاول واللي انتهى بالتعادل السلبي خالد كردغلي برضو اداءه عليه علامات استفهام الكورة كان بيوجف عليها كتير ما بيخلص الكورة بشكل سريع ويعني تقريبا والله اعلم زي ما قلتلكم الدفاع ما كانش فيه غير عبد الرحمن ويس امامهم اسراء حموية وثائر كوروما طبعا دول كانوا بيجوموا بادوار دفاعية برضو وامامهم عمر خريبين واللي النهاردة كان بيلعب دور خط الوسط او لعب خط الوسط المتقدم ويصانع الالعاب ومعرفش يعمل الدور ده نهائيا وده كان واضح هو مش دوره اصلا عمر خريبين اصلا مهاجم ثاني حتى انه لما تقدم شوية في الشوت التاني يسجل هدف امامه محمود المواس وفهد اليوسف وفي رأس الحربة عمر السومة عمر السومة النهاردة اللي حاول كتير وسد التسديدتين مميزتين جدا ولكن في النهاية لم يثمر عنهم باهداف تعالوا سريعا نبص كده على بعض النقاط المصورة اللي حصلت في مباراة النهار ده الصورة الاولى اللي امامكم واللي توضح جدي ايه ان كل المنتخب السوري كان متراجع تراجع تام نص الملعب اللي هناك عند ابراهيم علمة حتى لو تلاحظوا ابراهيم علمة متقدم لحد نص الملعب يعني او لحد ربع الملعب فكل اللعيبة كانت موجودة في الدفاع مفيش هجوم ومفيش خط وسط ولا فيه هجوم ولا فيه خط وسط حتى عمر السومة لو شايفينها هتلاجوه واجه في بره منطقة يعني بره دائرة السنتر قريب يعني بعد خط الوسط كمان الصورة اللي بعديها واللي بيبان فيها مدى التقصير الدفاعي عندنا لاعب اتنين تلاتة موجودين في منطقة الجزاء من كوريا الجنوبية وراهم كام لعيب خمس لعيب واحد اتنين تلاتة اربعة خمس لعيبة وحرس المرمة وبالرغم من كده الا ان لعيبة كوريا الجنوبية بتلعب الكوريا عادي بكل ارحية وبيباصي وحتى ان الهدف الاول او الهدف التاني هو استلم الكوريا على صدره والدهب الهد وبعد كده بصها اللعيب تاني وبعد كده سددها اللعب عادي بكل بساطة كل ده امام الدفاع السوري واللي اعتقد ان خلاص احنا لازم نعيد النظر في دفاع منتخب سوريا بالكامل باستثناء عبد الرحمن ويس يعني دي مش محتاجة كلامه واعتقد ان انتو متفقين معايا في الكلام ده السورة اللي بعدها واللي اتبين ان عبد الرحمن ويس كان اكتر من مرة بيحاول ينطلق هو يمكن عمل النهاردة ثلاث انطلاقات وكان واضح ان الكابتن مزار محروس بيلعب على الهجمة المرتدة بيلعب دفاع وهيجيب هدف من الهجمة المرتدة للأسف ما كانتش بتكتمل عبد الرحمن ويس كان بياخد الكورة من اول الملعب عند الدفاع وينطلق بيها لحد نص الملعب او بعد نص الملعب يبص حواليه فما يلاقيش حد فيبص الكورة لعمر خريبين وعمر خريبين رجح له مرة تانية ويا للعجب طبعا ما اقدرش برضو ان انا حمل مسئولية لعمر خريبين لان عمر خريبين من الورده ما كانتش بيلعب في مركزه عمر خريبين مش صانق العاب ولا عمر خريبين لعب خط وسط وعمر خريبين مهاجم تاني او مهاجم اول غير كده يبجحنا بنظلمه وطبعا نعيد ونكرر ونزيد الكابتر نظار محروس معلوهوش لوم اللوم الاول والاخير على الاتحاد السوري اللي النهاردة يعني شل خط الوسط خط الوسط السوري اصبح غير موجود بغياب العثماني الصورة اللي بعديها ويمكن امامكم برضو كل لعيبة المنتخب السوري عند منطقة الدفاع بما فيهم عمر السومة موجود فوج بما فيهم عمر خريبين جنبي كل اللعي حتى فهدي ليوسف واجف تقريبا عند قلب الهجوم قلب الدفاع عذرا يعني خلاص احنا ما عندناش خط وسط وطالما ما عندناش خط وسط يبقى الهجوم ملوش لازمة ارجع يهجوم مع الدفاع وامن دفاع المنتخب الصورة اللي بعديها لعمر لمحمود المواس محمود المواس فاكتر من كرة هو وعمر خريبين كانوا بيجفوا على الكرة بالشكل ده يعني يحط الكرة تحته ويفضل واجف يبصلها ويعمل كده يعمل كده ويلف حوالين الكرة هو مش لاجح لول برضه مش عايزين برضه نلقي بالمسؤولية على محمود المواس مية في المية هو مش لاجح لول طب هيباصل مين طب هو ما فيش حد أصلا جدامه يعني يعني حتى فكرة الهجمة المرتدة طب هيعملها ازاي وهو ما فيش أي حد جدامه ده حتى الهجوم راجع وراء مع الدفاع الصورة اللي بعديها واللي تبين جد ايه اني عمر خريبين يعني النهاردة ما كانش موفق في تسلم عدد كبير من الكرات هنا محاولة من خالد كردغلي او ثائر كرومة لي يعني يوصل الكرة لعمر خريبين عمر خريبين عند خط النص خد الكرة وقفلت الكرة بكل بساطة لمنتخب كوريا الجنوبية تعالوا مع بعض بجا نحلل الأهداف ونشوف الأهداف بتاعة المباراة ده الهدف الأول تسديدة من بعيد جدا جدا على إبراهيم علمة وعندنا تكتل دفاعي واضح للمنتخب السوري عندنا لاعب اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة سبعة في الدفاع مقابل واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة يعني المفروض ان احنا عندنا كثافة عددية ولكن للأسف تركنا اللاعب يسدد من بعيد عادي خالص وكأن ان ما فيش دفاعه طبعا نتج عند ده الهدف الأول الهدف بتاع المنتخب السوري للأمان هو كان الهدف الوحيد المنظم النهاردة محمود المواس خد الكرة وطلع بيها ورفع الرفعة العادية لاعب من لعبة المنتخب السوري اعتقد فهد اليوسف مرر الكرة بالرأس لعمر خربين وسدد الكرة وكان الهدف الوحيد النهاردة فهد اليوسف النهاردة قدم مباراة رائعة مباراة قوية جدا بالنسباله وتعرض لإصابة ولنزيف وكان مستمر ورفض ان هو يتعالج ويمكن الإصابة دي يتعرض لها من بدري من حوالي بقيقة ثم جاء هدف المنتخب الكوري الجنوبي الثاني واضع حلم المنتخب السوري الأول زي ما أمامكم كل اللعيبة واجفة في مكانها دايما بيقول لك اني لعب الدفاع ما ينفعش يوجف على رجليل الاثنين لازم يوجف على رجل واحدة عشان يبجى خفيف ويبجى سريعة احنا عندنا لعب واجف وحطت ايده في وسطه انا مش شايف طبعا هو مين بالزبط لكن يعني عندنا لعب اتنين تلاتة وكفين في منهم واحد حطت ايده في وسطه ويالا العجب لابد من اعادة النظر في دفاع المنتخب السوري لابد من اعادة النظر في اتحاد كرة القدم السوري ويمكن النهاردة بالليل نحاول نخصص حلقة عن الموضوع ده تحديدا وان فيه تحرك من الاتحاد الرياضي العام الى الان طبعا مش مؤكد الكلام ده فور التأكد منه هنبتدي ان شاء الله نتكلم عن ضرورة استقالة الاتحاد السوري لكرة القدم بعد مباراة لبنان تحديدا وان احنا بدأنا نتشكل بدأ يكون عندنا منتخب اولمبي كويس منتخب ناشئين كويس منتخب سوري يجي منه يجي منه المنتخب السوري لو لا الاخطاء الادارية السادجة جدا جدا تقبلوا كل تحياتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته